بالنسبة لتنفيذ وتسليح البلاطات الهولو بلوكس زي ما قلنا الشدة الخشب بتبقى شدة افقية طبعا دي بتبقى سهلة في التنفيذ ومنبتدي نردس البلوكات عادة كده بيترس اتجاه ايه هو اللي بيتكرر وبيتساعد مسافة فاضية في حدود 10 او 12 سنتي للكروس ريب وتحط بقية البلوكات صف البلوكات ده بيتكرر ونسيب مسافة بينهم في حدود برضو 10 او 12 سنتي قلنا اللي هو عرض الريبز ويبتدي ايه يتكرر طيب التسليح نفسه يبقى عامل ازاي التسليح بتاع الريبز نفسها زي ما قلنا عبارة عن سيخين خارجين من كل ريب تسليح ريب اتنين فايت كاذب الريب والكنات بتبقى كانة مفتوحة اسمها كانة شنب بتبقى قيمتها عادة خمسة فايت تمانية برميتر رن يعني معنى صح المسافة من كل كانة واللي بعديها 20 سنتي طيب الكنات دي وظيفتها ايه مبدأين هي طبعا تبقى مفتوحة تبقى احسن شوية في الصب والكنات دي مش محطوطة عشان تقاوم شير دي محطوطة لسبب واحد بس ان هو نعرف نور بي التسليح الرئيسي التاع الريبز اللي هم السيخين اللي تحت بشبكة البلطة اللي فوق يعني بمعنى صح احنا مفروض واحنا بنعمل بنعتبر ان خرصانة الريب الواحدها تقدر تقاوم كل الشير اللي عليها معهاش كنات بمعنى اصح طيب التسليح العمودي عليهم اللي هو تسليح تسليح خارج منه اربع اسيخ السيخين اللي تحت نفس تسليح الرئيسي بالزبط السيخين اللي فوق قلنا تسليحهم هيبقى مساحته نص مساحت التسليح الرئيسي نص مساحت التسليح الرئيسي في الريب الواحدة وعشان قلنا قبل كده ان المفروض بتاع بيبقى فوق وتحت فعشان كده بيتحطي لها كنات مقفولة وبتكرر برضو كل عشرين سنتي طب الموضوع كده بيبقى اسوأ شوية في الصب بس الكلام ده كله على رئيسي واحدة بس في البلطة فتبقاش مشكلة كبيرة طيب تسليح البلطة اللي فوق عبارة عن ايه عبارة عن شبكة خمسة في عشرة في المتر والناحية التانية اربعة في عشرة في المتر عادة بنيجي الحديد العمودي على الريبس ونحط خمسة في عشرة ده بيبقى ايه فرش وقبلها خمسة في عشرة في المتر لحد دلوقتي احنا نقدر نصب الريب في المنطقة دي بين الايه بين السيخ الخمسة في عشرة لكن ما نيجي نحط الحديد الموازي للريبس ينفع نحط الحين الموازي للريبس فوق الريبس على طول ساعتها مش نعرف نصب الريب فبنالتالي لازم نرسه بطريقة رص معينة ايه هي بناخد السيخ اللي فوق الموازي للريب ده يتحط في كورنر الكانة طب ايه ميزة ان ساعتها نقدر نربط الكانة عندنا مع السيخ دوت بسلك الروباط عشان زي ما قلنا نقدر ساعتها نربط التسليح بتاع الريبس اللي تحت بتسليح الشبكة اللي فوق طب السيخ ده لما تحط في كورنر كل كانة هتبقى مسافة بينهم ايه زائد بيه اللي هو غالبا فرنجة خمسين سنتي عشان كده بنحتاج نحط السيخ كمان في النص تبقى ساعتها مسافة بينهم كام خمس عشرين سنتي عشان كده بنقول بنحتاج نحط الحديد اربعة في المتر اربعة في عشرة في المتر لما احب نقطع الكلام ده ونرسمه في الكروس سيكشن يعني لو انا قطعت وبسيط في الاتجاه ده زي ما قلنا شكل اقطاعي بقى عمل ازاي الاول في ريبس وكي عرضها بيه ومسفات بينهم البلوكات اللي هي الايه وكل ريب من دول خارج منها سيخين اللي هم اتنين فاي كذب الريب والكانات زي ما قلنا بتبقى خمسة في عشرة بتبقى كان مفتوحة كانة شنب عشان بس ايه زي ما قلنا تربط التسليح بتاع الريبس اللي تحت بالشبكة اللي فوق التسليح اللي هو خمسة في عشرة في المتر اللي هو العمودي عن ريبس هيبان عندنا خط وهو الفرش لكن تسليح اللي هو بảnает عشرة هيبان ازاي هذه هيبان نقط bebان ازاي زي ما قلنا بقى في الكورنر كان وسيخ في الكورنر الكانة نقطع بقى نقطع في سيخ مش لازم سيخين يبقوا فيهم سيخين سايهلة كورنر واحد كفاية حاليا مسافة بين سيخو البعض اي زائد اي زائد بي اللي هو تقريبا فرنجة خمسين سنتي. لو حطينا سيخ كمان في النص هيبقى ساعة مساعدة منهم كام خمسة عشرين سنتي يعني معنى صح عندنا اربع اسياخ في المتر. عشان كده احنا نقول ان دايما الحديد الموازي للربز هيتخن عندنا دايما رقم زوجي وبينفضله دايما كام اربعة ايه في عشر في المتر. طيب حاجة كمان لو احنا فيه عندنا حديد بين البراطة الهولو بلوكس دي وبلاطة الهولو بلوكس جنبها. فاكين انا بيتحط دايما ايه اتنين فاي كذا بالرب بس بيتحط يمين وشمال كل رب. طيب عشان نقدر في الاخر نعمل بلاطة فيها شبكة حديد تحت وكمان ممكن نحط له حديد نيجة فوق اللي هو يمين وشمال الرب عشان تعرف تصب حاجة زي كده هتلاقي على الاقل بيبقى سمكها مينوم خمسة سنتي او ستة سنتي عشان كده احنا بنقول دايما احنا بناخد دايما التيقس بتاعتنا فرنجي كام يخمسة يستة سبع سنتي وبصراحة في التنفيذ كتير بنضطر ناخدها تمانية عشان نعرف نصبها بس. طيب شكل التسليح قبل بنصب الخرصانة في الربز وفي البلاطة الى فوق بشكله عامل كده طبعا وده الشكل ايه اثناء الصب نفسه.